نفذ قطاع مصلحة السجون صباح اليوم حكم الاعدام على ستة متهمين من قيادات بيت المقدس الارهابي في قضية عرب شركس وذلك عقب انتهاء المتهمين من استنفاذ جميع درجات التقاضي في المحاكم واصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ كانت المحكمة العسكرية قد قضت في شهر اغسطس الماضي باعدام المتهمين الستة بتهمة استهداف حافلة جنود في منطقة الاميريا وكمين مسترود وقتل ضابطي الهيئة الهندثية بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية وذلك اثناء مدهمة البؤر الارهابية لجماعة انصار بيت المقدس الارهابية